طيب أنا عندي سؤال مهم جداً قبل ما أبدأ معاك الكلام على السوشال ميديا لأن السوشال ميديا أصبحت جزء كبير من حياتنا لكن سؤالي أنت طلعت معايا في لقطة اللقطة دي كانت بالنسبة لك صعبة أنا أتباعدل عليها لحد دلوقتك أبتل ليه؟ ناس بتخش بتقولي أن أنا منافق وأن أنا بمثل وأن أنا كنت زعلان بيكون قفشة مش عايز أقولك يعني أنا أصلاً الموضوع ساعتها كان صعب جداً علي أنت عارف إحنا كنا في اليوم السابع فحضرتك ضيف وكانت انطرق السايد ضيف معايا وأكيد كان في زاملكاوية بيشوفوني فما كانش ينفع أن أنا معايا ضيف زاملكاوي وأحتفل وأنا كنت مسك نفسي بالعافية وكنت بص بموت كده من جوايا احتراماً للمكان واحتراماً للضيف واحتراماً للناس اللي بتشوفني طبعاً فاتفهم غلط بقى ناس جات بتقولي أن أنا مش أهلاوي وأن أنا بمثل وأن أنا زعلان الأهلي كسب بس أنت بتمثل يعني؟ لا إزايد ده أنا معايا عندي زيدان وياسين دول ألترس في البيت عندي لا والله جمهور الأهلي طبعاً آه يعني وبعدين بقى النادي الأهلي يعني بعيداً عن الشغل أنا كنت مسؤول برضو السوشيال ميديا في الموقع الرسمي للنادي فترة وقبل ما يكون موجود هنا في القناة أنا بقى بدي الموضوع من التالتة شمال وبعدين مدرج الصحفيين وكل حاجة غطيتها ليه علاقة بالنادي الأهلي وكنت موجود دايماً في مدرجات النادي الأهلي سواء بشتغل أو كمشاجع سبحان الله صحيح 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 صعبة جداً بس هي أنا مطلوب منك الحيادية في الوقت ده؟ أكيد يعني حضرتك مثلاً لو معك يعني ضيف مثلاً من الترجي وإحنا كسبانين مثلاً هل هينفع تبقى تدايقه أو يعني لازم برضو نحترم الضيوف اللي معنا فأنا كنت بحاول أمسك نفسي وكان الموضوع صعب جداً عليا جداً جداً والحمد لله يعني إن إحنا كسبنا أهم حاجة بس أنا كني أبوزت معي ردود الأفعال للناس كانت أنا حد دلوقتي الناس بتخوش فيه فيه ناس كتيرة بتخوش فيه بتقول عليها كلام وحش وإن أنت منافق وإن أنت بتمثل وإنت زي شغال هنا وطلعوا بره وأنا مش عايز أقول لك يعني أنا موت نفسي على الأهل الزي